إذن المشاهدين للحديث أكثر حول هذا الموضوع ونقاط أخرى أستضيف معي على البلاتو السيد مبارك قطاش مستشار مكلف بالإعلام والاتصال بالمديرية العامة لوكلة أنساج مساء الخير وأهلا وسهلا بك معنا مساء الخير سيدتي الكريمة وشكرا الاستضافة العفو كما ستشاركوني النقاش اليوم زميلتي في التقديم ويسام طيباوي شكرا لك أمريكا أستاذ أعلم إذن بداية أستاذ الوكلة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أنساج بطلبا من الحكومة ترفع التجميد رسميا واستثنائيا على بعض أنشطة النقل في ولايات الجنوب ما هي أسباب وخلفيات هذا القرار؟ نلاحظ أن هنا في الجنوب في بعض المناطق أن هناك نقص في خلق نشاطات وذلك القرار هذا لإعادة فتح الأنشطة المجمدة هو من أجل خلق نشاطات في مناطق التي تحتاج إلى نشاطات من أجل تكون نشاطات التي ستخدم السكان المنطقة التي ستوفرها مثلا طروة وكذلك التي ستجعل تخلق المناصب الشغل لذلك الدراسات التي دايما نقوم بها في إنشاء المؤسسة المصغرة لك أن ترى مثلا هذه المرافقة القبلية والأثناء والبعدية الهدف من المرافقة البعدية وهي دراسة حالة المؤسسات ودراسة من كل الجنوب والجوانب لكي نعرف احتياجات وكنا احتياجات منطقة وكنا رسلنا من قبل كل المناطق من أجل إعداد بطاقة النشاطات بطاقة النشاطات وذلك من أجل معرفة احتياجات كل منطقة اليوم هذه النشاطات التي سترجع على المناطق الجنوبية هذه النشاطات ستجعل شباب المنطقة الاستفادة وخلق نشاطات التي ستساعدهم من أجل توفير ثروة للمناطق تحتهم وكذلك خلق ناصب الشغل نعم إذن هذا القرار لماذا مس ولايات الجنوب فقط دون سواها من الولايات الأخرى هو مناطق الجنوب نشوفه على احتياجات نطق على سبيل المثال مثلا النقل النقل المسافرين ونقل الامومي نشوفه مناطق مثلا في الجنوب التي تبعد منطقة منطقة إلى 120 كم هناك نقص مثلا في النقل على سبيل المثال يعني مثلا نقص مثلا في نشاط معين ما الذي لازم تحتاجه المنطقة هذا السبب الذي خلق نشاطات من الجنوب إذن ما هي مشاريع النقل المعنية بهذا القرار؟ لا القرار هو يشمل كل نشاطات لكن يرجع التمويل حسب احتياجات المنطقة حسب احتياجات الشباب من النشاط لأنه في إنشاء المؤسسة المصغرة إذا كان مثلا تخلق ناشاط وكل ناشاط موجود في المكان ما ويكون منه كثير وتعاوج تخلق ناشاط أنك هناك تحت استمارية المؤسسة لأن نشوفه هناك مناطق الحسب احتياجات المنطقة يعني جيد النشاطات كلها يعني مفتوحة لكن ترجع سير المنطقة إذن في وقت ليس بالبعيد كانت يعني كان قطاع النقل هو النقطة السوداء لدى وكالة أنساج ما الذي تغير اليوم؟ ليس كل النقل جيد وليس دائما كاين مشكله كاين حل كاين نعطي حسب المثال أن نشوفه مثلا كاين شباب كثير اللي يستفادوا من نقل وصددوا جميع دوين تحم وكاين شباب اللي رأى عندهم تأخر في الدين هذه ترجع من نشاط إلى نشاط آخر من منطقة إلى منطقة أخرى نعم لكن لماذا شكل ربما قطاع النقل مشكلة لدى وكالة أنساج سابقا؟ لا هي يعني نشوفه النقل كاين مناطق وين مثلا كان فيها النقل كثير اللي خلب لك أصحاب المنطقة هذيك أنهم شغل يعانوا بعض الصعوبات لذلك احنا الدراسة التقنية للمشاريع والبطاقة التقنية للمشاريع في كل منطقة بالتعاون مع السورة المحلية باش نعرف نقدر نصلي نعرف احتياجات للمنطقة باش منعودش في نمو المشاريع في ذلك المنطقة بيب هناك من يقول أو هناك من يرى أن هذه القرارات جاءت من أجل شراء السلم الاجتماعي ما رأيكم؟ احنا في إنشاء المؤسسة المصغرة الوكالة هدفها إنشاء مؤسسات مصغرة للشباب حامل أفكار اللي تراوح أعمارها ما بين 19 إلى 40 سنة الهدف من خلق المؤسسات المصغرة هو خلق الثروة تقديم خدمة الاقتصاد الوطني وتقديم وخلق مناصب الشغل اليوم احنا كان شباب ينشئوا نشاطات في مجالات مختلفة وكان هذوك النشاطات اللي جمدوا عاودنا فتحنا هذوك النشاطات في التوسع لماذا؟ لأن صبنا باللي هذوك الشباب اللي خلقوا هذوك المؤسسات اليوم هذوك المؤسسات راه مكبروا منا لازم معلينا أن نعاودونا فتحهم كذلك كنا دائما نشجع الشباب ودائما اللي كنت لحظي في الأيام الإعلامية والتجمعات اللي كنا نقوم بها دائما نحث الشباب على خلق المؤسسات المصغرة اللي راح تخلق طروة وزدنا قيمة الاقتصاد الوطني وكذلك المؤسسات اللي راح توفر احتياجات المنطقة بدرجة أولى وبعد ذلك الولاية وبعد ذلك الوطني إذن رفع التجميد في هذا الوضع بالذات ليس له دلالات أخرى نعم نحن دائما كما قلت لك دائما هناك تجميد نشاطات ونحن نفتح النشاطات بعد الدراسة اللي نقوم بها يعني طيب وصد بنسبة لهذا الإجراء اللي سمح لسكان الجنوب بتمويل موكالة أنساج في مشاريع النقل هل هو قرار مفتوح أو له مدة زمنية محددة يعني حتى يمكن سكان الجنوب الاقتناء مع وكالة أنساج هل له وقت محدد أو هو قرار مفتوح لا هو قرار مفتوح يعني أي شباب اللي حامل الأفكار حابين يشأل مؤسسة مصغرة أنهم يقدموا الوكالة ويشأل مؤسسة إلا بعد مثلا إلا كان مثلا في المنطقة شفنا بالتشبع الآخر نعاود ندرسوا الاحتياجات في المنطقة ونعاود ننشكوا له طيب حتى بنسبة لقرار الإفراج عن مشاريع عنساج الذي يقابله كذلك مشكلة الحصول على إلزامية رخصة النقل هل هناك تنسيق مثلا مع وزارة النقل في هذا المشكل لا نشوف أول شي التوجه الشباب وش من نشاطات كين نشاط نقل نقل على التبريد نقل للمسافرين ونقل السلع والخدمات السلعات نشوفوا وش شباب وش من نشاط اللي راح مرحل له إلا كان هناك مثلا الشباب هادو اشتكم المشكلة في رخصة النقل احنا دورنا كمرافقة راح نرافق الشاب وين كان المشكلة طيب أستاذ نتحدث عن قرار رفع التجميد عن أنشطة أنساج في الجنوب فيما يخص النقل نتنقل الآن إلى نقطة أخرى من حوارنا بالإضافة إلى هذا القرار تمتخات قرار جديد يتمثل في تخصيص محلات تجارية لفئة شباب أنساج هل من تفاصيل حول هذا القرار وهل من أرقام لتوزيح أكثر بطبيعة الحل الإجراء الجديد فيما يخص المحلات عدل وروبيجي لخصوص هذه الصيغة من المحلات للشباب أصحاب المشاريع أنساج وأنجام هذه المحلات هي للشباب من أجل استمرارية مؤسستهم ومن أجل أن يلقوا مقر تاحهم أكبر المشكلة الكبيرة التي كانوا يعانون منه الشباب هو أنه في اللوكال يعني المقر الاجتماعي تالشركة هذه الصيغة الجديدة أنه المحلات عدل وروبيجي لخصوص الدولة لفائدة شباب أصحاب المشاريع أنساج وأنجام هي اليوم هي سرية المفعول على مستوى 48 ولاية هو أنه شباب لأنشأ مؤسسة في إطار هذه الأجهزة عنده الحق الاستفادة من محل تجاري ما هو صلاحية الاستفادة من هذه المحلات التجارية وما هي الشروط؟ أولاً الشيء الأول هو أن يكون ملف المشروع في إطار الأجهزة الشيء الثاني أنه يكون الإنسان ما استفادش من أي محل أخرى الذي قدمتها الدولة كيف يكون؟ هناك لجنة على مستوى الولاية كل ولاية فيها لجنة يترى أسوأ السيد الوالي تدع الملفات على مستوى مثلاً الأنساج تدع الملفات على مستوى فرع أنساج في الولاية وبعد ذلك اللجنة تقوم بدراسة الملفات وتقدم المحلات لأصحابها المحلات هناك محلات سغيرة المساحة هناك محلات كبيرة المساحة هناك يقدر الإنسان أن يستفيد من محلين ترجع حسب الناشاط اللي راح يكون عند الشاب المستثمر هذه السيغة أنه هما إما يكونوا بالإيجار أو البيع بالإيجار ويكون بمبلغ يعني السعر يكون منخفض على السعر اللي يكون يكري عند الخواص والأهم وأكثر وهي أن المدة غير منتهية نشوف المشكلة اللي كانوا يعانون من الشباب هو أنه يكري المحل بسعر عالي ولكن المدة قليلة لتخليه الخاص أنه يكري له مثلا سنتين من بعد سنتين يقوله يسوى زيلي في الكراءة يسوى مبدل أنه هذا سيجعله استمرارية من جانب المقر الاجتماعي أنه سيكون مستقر من الجهة هذه وهذا هو الشئ المهم في المؤسسة طيب أستاذ فقط هل سيتم تعميم هذا المشروع بالنسبة لبقية الولايات أم فقط منحاصر على ولايات الجنوب لا هذا المشروع المحلات أوبي جاديا هو المستوى الوطني ليس في الجنوب فقط ربما من هي المشاريع المعنية والمستثمرين الذين يستطيعون اقتناء هذه المحلات المشروع لازم يكون ساري لازم يكون موجود لازم يكون عنده مردودية إما المشروع يكون مجسد في أرض الواقع إما الشاب هذا من أوداء الملف وحصى على الموافقة تعالون سيش عنده الحق في الملف جيد إذن ماذا عن إجراء شباك الموحد هل تم تتسيده على أرض الواقع أم ربما القرار ينتظر يعني تتسيده لا الشباك الموحد هو الآن موجود في الولايات الجنوب هدف من الشباك الموحد هو خلق شباك اللي راح يقرب المواطن من الإدارة اللي راح يكون في هذا الشباك الشخص اللي يكون في الشباك اللي راح يقدم كل المعلومات للمواطن يجي بايش يتجنب التنقل من مكان إلى مكان وكما تعرفوا أنه خاصة في المعاطق الصحراوية من بلدية لبلدية 300-400 كيلومتر يعني هذا الشباك راح يسهل كتير وقمنا بدورة تكوينية الأولى هي لهذه المسؤولين على الشباك المواحد باش يعرفوا طبيعة عمل كل الأجهزة تحت أجهزة الوزارة وذلك من أجل كسب أكثر معلومات اللي يقدروا هذه المعلومات اللي يقدروا يمدوها للشباك بقالة للمواطنين كي يتقدموا باش يستفصلوا على إنشغالتهم جيد إذن مع الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد هل أثر ذلك على عمل أنساج واكناك؟ خاصة أن كل البنوك ويسام جمدت عملية منح القرود لا اليوم الوكال الوطنين في الشباب ما زالت تموي المشاريع وما زالت الشباب يجيبوا أفكار جديدة ورغم يدعوا الملفات تاحهم يقومون أولاً بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية مباشرةً بعد ذلك يدعوا الملفات تاحهم لملف قصير جداً صغير جداً والحصل على المشروع في مدة زمنية قصيرة جداً ويتم التموي من طرف البنك كل شيء كما عيراً جيد إذن ما هو ربما لكي نختم النقاش ما هو جديد الوكالة الوطنية لتدعيم تشغيل الشباب؟ الجديد وهو أن كل شاب حامل فكرة أو مشروع وهذا المشروع اللي راح يقدم قيمة إضافية ويخلق الثروة لاقتصاد الوطني الوكالة أبوابها مفتوح عبر 48 ولاية مع الشاب إلا التقدم إلى الوكالة ولكن الشاب ما يقدرش يتقدم مثلاً يتقدم إلى يكون مثلاً بعيد عليها الملحقة أو الفرع عدنا هناك موقع إلكتروني هناك وسائل التواصل الاجتماعي يعني يقدر يستعملهم هذا باش يعرف كل ما هو جديد في الوكالة وكل ما هو محتوى من أجل إنشاء مؤسسة مصغرة فالأبواب دائماً مفتوحة جيد إذن قبل أن نختم ربما ويسام سأستغل حذرك اليوم معنا ما هي المشاريع التي ربما تنجح أو ينجح فيها الشباب المقبلين على الاستثمار في الجزائر؟ أول شيء اختيار المشروع أو فكرة اختيار المشروع يجب أن لا تكون عفوية أولاً الحب والإيمان بالمشروع الذي يود الإنسان إنشاءه تانياً أن يدرس السوق ليست دراسة دراسة مثلاً أوراق ودراسة السوق حقيقة السوق هل هذا الماشراط نقول أنا حبيت ندير مشروع هل الماشراط هذا غداً في السوق راح يجيب لي نتيجة ما يجيب نتيجة نعم وشيء آخر أنه كي ندير دراسة تتاعي ما نديرش الدراسة أنني نسبة النجاح مية في المية لازم ندير نسبة نجاح نسبة خسارة ونسبة الخسارة ليست فشل أني اليوم نشأ مؤسسة مصغرة ولننتظر أني بعد سنة أو سنتين أو ثلاثة خلاص نقول ما نجحت وخلاص ربما بعد السنة الثالثة الرابعة هذيك بداية النشاط ليس بعد الشهر أول حتى مثلا رح إلى أبعد شيء حتى وخلقت المؤسسة التاعي وما تماشت يعني السوق دراسة اللي درتها ما نجحت ليش سيت كل الطرق نعم بعد مرافقة يجب الاشتهاد المصابرة جربت كل شيء كل شيء ولم ننجح ليس فشل هناك حولول هناك إجراءات لأن الإنسان اللي حاب يخلق المؤسسة أنه دائما لا يخاف من إنشاء المؤسسة مصغرة هو ديجا أنه مدامة قدم ونشأ أو ناجح جيد إذن مبارك قطاش مستشار مكلف بالإعلام والاتصال بالمدرية العمالي وكلة أنسات شكرا لكل هذه التفاصيل شكرا لحضرك معنا اليوم شكرا لك وسام لمقاسمة النقاش